موسيقى أرجو احباب تعالى القناة بوش عيب و الضوية موسيقى موسيقى المسيقظ اناها فى لسامة ايها نورى ما تتحرك لها بالصح هالعPro تsee في انمشا السنت لها وانظرت مطفه ايها نورى ايها نورى هل نرى صاحبة هلا مياه اللي في زنقات تحتانية؟ بنت ميلودا العماشة؟ لا لا غير قعدة غير تشوفك تبقى تبحت فيك أنا انا مشي عندهم يا ابو يا ابو يا هلا بالزحرة مشتك اعم تراني غسلت كل ممعنف وتوحد الجفاف بصح ما هناك خاطر الضر ديالك راه مدودة يا ابنتر الله يرحملك الوالدين اهوه غير تخطيها انت صعفي اوالله اعم تفشم مختشت في صورة ديالكوزينة يتملسقه واش بناتك ما عندهم قلب؟ اهوالله الاغي القلب شوه وكلاوه ابنتي الحبيباركي تشوفي مقابل نغيت تلفزة والتليفون فقعوني فقعوني يا ودعم ترخصهم العمود العمود باش يتسقدوا هاشو في كنت غاد ينمشي بصح شفيتيني غاد ينقعد وغدا الصباح نطلع الفراش للسطح يتشمش ونسيق البيوت وديك الكوزينة عاد نمشي نروح هاي شو شوينو يحبيبрядي انتي اللي تفاجع لي يا ربي شجك إن شاء الله يوم عم تانتي خرق سابق فراكي غاد يه ها نمشي ندور على الشايمارها فتح ماذا لم تبقى؟ هيا حيو ركي على الجمعي معي و اذهب في السعر هيا سعدي ابنتي هيا شوفيه انا اتما شوية عدسه و ادرينا الغداء و نجيب معي شي خبزات عندك شي صرف؟ هيا او صفي صفي يمكن عندي فتستام شي مياه دوره يبقى قبلت كيه هيا اسمه ركي تعودة ميلودا و ركي دايرة ركي دايرة مع أحباب راجلك هيا احنا لابس و صفي الجمعي و قولي لابس قولي لي و اشتركي الديري انا رأي نعمر واحد السيبيل و واحد الشريكة لا حدريك قبلوني ايو ايمان اختي الله يعاونك الخدمة زينة هاراني شوفي انا ما قرأت ما خدمت والو و كراني قلعت الشوق على رأسي ايو عاود انت ركي مزوجة و راجلك يصرف عليك خير بياينا نستنعاد نخدم باش نخلص اه بردع لي ايمان و انا اصحابك ما رأيش خدمة في ضربة ايو اللي حجمت ديرها و شخي الله فيه اللي يسترغل في مغي حاضنة و يطفئ الضواء من مرايا و راجلي عايش حياته يعلم الله و اسمه راه يدير تماما و ايو نارا نضرب تماما و بلا خلاص عاد مرة راه يصفت لي مرة ما يصفت لاش غيراني انت سورة تماما و صافي ايو و اختي الصبري ما عندك ما تديري تركي حنى عليك ربي و يديك معه و اديناي ايو و اديي ما انشف اختي وش يديني او ما يديني اشي بقيت على هذا الحال مو حال ماذا اللي بوضف هذا الزواج و ادركي حنى امك سيلو اسمه و السبب اختي ايما انا وش راني قارية باش نعرف من سهله يقول لي ما بان عدواله و نصهر و اشتغدين دير ايو اللي لها اللي حتى واحد مراهاني والله اي ايما اختي ما نكتب عليك ما كرتش نغمض عيني و نحلهم و نقراسيعات في دار عمتي ما زال ما نزوج اي حالة ما تقوليش هاكك و اي صبر اريدك ربي يفرج مالشي غنتي اريدك اي انا اي ما اتمنى بوزواج و صافي اريد توضع لي هذا الموضوع اي او بعد اختي انتي اي فتسماة مزوجة و اين تنجئين اي اي انا اي غير مع ماما كان حصل على اليوم و اثانتها نتعاييرتي اي انا اقع ما تسمعيش امك يجبها من انتي خليها تهالي و نقولك بعد اي اضاي اختيت نتخلي المرة اي ما تنتخلي بعدها من القافاس أعدي ولد البلاد وعيشي بالكتبلك الله الخارج اليوم أختي ما بقى خارج والله صعب وصعبه في كل شيء ها شوف يا حالتي ترد لك الخبار ايه ودرك أختي ما بقى خارج لا هنا الحمد لله السلامة عيشة زيدي أقول لي روحي أبغيت نسوي لك على بنتي وش بنتك جاد في المدرسة أو بنتي عد ما بانتك عيشة بنتي قع مقراش هذا النهار مقراش هيا نوري ما قراش لا ما قراش رهال داخل دوش وعلى شفين مشات بنتك في مشا...لا غين شيت نسوي لك وهارها تكون وليت لي للدار كنت فايدة منها وقلت لها حضر تكون مع بنتك ولا وهذه هي بسلامة يا رب تحفو يا رب تحفو لم يا أهلا ميا هارا انا ماما هارا حين قول لك اشتديك صاحبك اللي تفوت عليك منها بنتي عيشة رهم غير يدوروا عليها ويا كي نشوفك معاها رقالك معا منشتك معا منشباتك يا لاطيف هذي كان مانا ما نبغيشك انت مشا معاها غير هي تلصق فيها يوهراني وصيتك اخلي عليها القنس بنتي زيانة يا لطيف ياتي مني بدتك فيين تكن خارجة اليوم انتبعتها ونشراب من الدمها اطبعتها يالي واوه يا عيشة هذي بعدها خرجتلي الفعا من صغرها شيبتني وطوفتني وودقتني وما دركنت مات فين مشت فيين نلقيها دركنت على نقيم فيين ندور عليها لكن شيئا ! القلقوا عليه و يكون لدينا لي الشفايا كنت قررت هذه الأدنية و خاصت هذه الحياة إذا لم أكن متأولا أدراء هذا الأدنى ما من دار و ما من حياة و ما من عيشة لا فلوس لا والدين مجموعين لا راحة البال بحل خيرية ما عايشة و ما عايشة بحل بناة الناس أرض الله بعدها واسعة هيا مالكة بنت عيشة واشغيها انت باعك لدوش مالك يتقرقي في الدوش رماشي مزيان حتى هالله من الزاهير انا خارجة هكت نغسلي الدين مزيان وصافي هيا يا الله يتاكلي شوية عنب و شوية بنتيخ ونردك عند امكيه بصحتك يا امتي بصحتك هيا يا الله ينديك عند امكيه ها شوفها شايمة قبل ما تمشي يلا هي اللي بيت نهضره انا ويك شوية وديك الساعة نصفتك عند امكيه صافيه او ابنيتك يا زعماء المعنى عليك انا حاضر عينيك زعماء بغيت تديها اللي بيت وتغير انتوياها وتحاجيلها وتحاجيلك ويا زعماء بش ما نسمعش قال لي هدري معنا هنا وزايدون انا اللي غادي نديها عند امها ماشي انتي او خلتي بغيت نشوف مالها وصافيه وزايدون كل حاجة عندها الحل او دي كل دار عندها تدل ماشي الحل هاك كانتو ماجي اليوم لقيتو كل شي واجدو تغيطو ايها احنا ازاهية واش تلقينا؟ حتى امنا انا ملقينا همش تحت سقف واحد كنا براسنا مأردين نريدو ان احنا المشاكين ونحن حاملنا المسئولية ايها القزيزة ايها اشتركة يعرفين تهضرين اولوك مشيتر بربعاتنا تقولونها انا خلتي فكر بيخليها تهضر قولي ابنتي شايمة هلاش بغيت تمشي عند دباك وتخليمك اللي مسكينة شحل سوفرت عليكم وتجري وتجارة باش تأكلوا وتشربوا وتعيشوا واش تضيعت لك حتى تخليها تفقوا ما تلقاك شحداها بغيت تقطع لها الكبدة ديالها وتددنوا بدي العقوق الواليدي أخي دي الضاوية دايما انتم ما كتفكروا غيف عقوق الواليدي وعقوق الابناء التواحد ما كيهضر عليهم يوكلوك ويشربوك ويلبسوك ويتحاسبو معاك الواليدي الفقراء دايما كيهضر عليهم كيهضروا بليزر في أولادهم هذا راهواجب تجاهنا هم راهو مسؤولين علينا مين ما قدوناش على شي يولدونا استغفروا الله العظيم هابنتي هادهذا لما خصكش تقوليها لا انتي ولا غيرك وخصكم ما تنكروش الفضل ديال الواليدي راه كانوا سبب باش تكونوا انتم في هذا الوجود ايوا صافلوك انقع ما شابوناش حسن واش من فضل عندهم علينا الوجود غديا المشاكل يا لاطيف يا لاطيف شتين القردة اللي فيها القردة اي اي طاهادي هلاش هاد الهضراب انت راح كبيرة بزاف ايوا غي قولي لاخلتي الضاوية واش لأبليزمح فولاده علاق بالمرأ ويضيع اسره كاملاء أب واش لأملي تبقى اصبحوا عشية تحسب الدرهم وتقول بلي راه تجيبها من فم السبع أم عمرنا كي النس خرجنا ما تسارينا ما تداوينا نتكسى ونتبرعوت احنا من العيد للعيد حتى كنشوفه النجوم وزيدها ما تفكر تدير الخير في الناس وتزوينا احنا وتكسر المشاعر ديالنا كان عيشوا العقد قدام قريناتنا ايوا غير ما عندها شاب انت واش هي كرهت ايوا خالتي الضاوية من ما كرهتش تحضن غير لنا واش دهت تردنا الضار خيرية ها خالتي جمعة هاي كرام هالباشير وقبل كانت ميلودة وحيات لو كان غيشي وحدة عقلت عليها غير اللي دارو حياتهم ضربوها بركلة ويانا دايما تضربني وتعيرني قدامهم وتنقص من قيمتي راني كبرت وكان عرف اللي يخرجني من حقي نعيش حريتي وندافع على رأسي ونختار حياتي عطياني قتلة دياللاصة على محتوى التيك توك بغيت حتيانا ندير الفلوس ونخرجها من الميزيريا رضتني منسوة منصلح ولها تسمحيلي عمرو تسمحها بي هاي اي شدور او هاش قحات شي جديته في قلبك يا ربي تسترع له جيل ديالليوم قلبكم عمرو تسمع لوالديكم او الحياة ما فيكمش تهضروا على الوالدين بحال لا تهضروا على مولحانوت احنا الزهية رحنا في الفين واربعة وعشرين بناد مراش حيوان يسوقوه كما بغوا يضربوه يحاسبوه عدنا الحرية ديالتعبير وحرية الاختيار وزايد انت واحد ما كيمت بالجوع رهم ليتامهم تشردين وعايشين خير بينا ها ها يا عيشة واش تأولدتي يا عيشة يا عيشة هربي العفوي هربي العفوي هربي العفوي او الحياة ما يحشب ما يرمش اه لا والات ولا والات لا ولا اخدني عندما امه هكذا امه اوك هاجوج ومعجوج لا حول ولا قوة الا بالله اسمع بنتي شايماء الهضراء اللي قلتها هان قدروا انتقلوا معقولة بالنسبة للسن وافكار ديالكم لكن ابنتي ما كان يعنيش باللرق وعلى صواب الام والاب بنتي لفرقتهم الظروف والمشاكيل ركنوا اميين ابسوا انتوا ما جيل واعي وناضج خاصكم تكونوا ايجابية في افكاركم أمامك مضرباتك شعباتاً شي حاجة رجعتها في خطرها والمحتويات لا أخلاقية في تيك توك ولا السجن ميديا ماشي هي اللي غادي تبني لك حياتك ودير لك كي مكدم الناس ولا فقط تحلى وتلعيش بنتي وسط وليدك وبرضاهم عمرك تعيشي هان يوم مرتاحة وخا تكوني مليار ديرا رجع ابنتي لداركم وبوسي رسمك وطلبي اسماحها وتعلمي التحاوري معاها وعمرك تخطيشي خطوة المشاورة ديالها أما بالنسبة لأم ديالك ابنتي اللي قلت رجعت الدار خيري يا رافع الخير والمعروف في الناس فاضيلة وماشي أي واحد يقدر يديرها يعني مكره تجاهد وبهذا الأمور كيفتح لها الله بها بيبان عونوها غيب شوية واسمعي لها وقرأي مزيان وتخلقي بالخلوق الحسن واختاري الصحبة الصالحة ديري في بالك أن الأيام كتتغير والأوضاع كتتحسن والأرزاق كتتتاسع ووقفوا مع ماماكم وكونوا عون لها مشي عليها ايه وها اشتراكات لك والكلام خير قدرت كزينة خلطي الضاوية ولكن ما غاديش تفهموني والله ما فهمني التواحد حيث اللي كان نعيشه ماشي هو اللي كانت تشوفه ايه وها العصاوات شوية بشوية غادي نفهمك بنتي وغادي حتى انت تفهمي راسك وتعرفي الحقيقة دايرا طروري تزيره وتعصره باش منطرقفو وطلقو الخير انتو ماجي القاسح وبكترت معطوكم الحالة نخلو لكم الخاطر فوق القياس ضعتو والله بنتي ما تلقي بحل داركم ولدت هنا يبعيد على ماماك منتو وشعك شي حاجة بنتي ديريني صاحبتك واجي عندي وحكيلي ونعاونك باللي قديت عليه واللي لقيتوها بنتي في هات الزمان احنا مكناش نحلمو به واللي ديرين والديكم علاق بلكم ما كانوش يديروه الوالدين شحال هادي والاغلط اللي طحوا فيها معظم الوالدين هو انهم ضحوا بالغالي والنفيس وقالوا اللي ما عاشناش مع والدينا ما نحرموش به ولداتنا ودفعوا الثمن غالي وهو الجفاء ديال الوليدات وقلة السمع وقلة القناعة والرضى باللي قسم الله اه خلتي الضاوية احنا قدام لبنتي اللي معانا في المدرسة ما نسوي والو علاش ما تسوي والو حاشة بنتي سمعينا بنتي بأخلاقك واشتهادك وبهندامك وببرك لمك وبأهدافك غدي تسوي الدنيا وما فيها انتي اللي تعتدل رأسك القيمة وطرف عيشانك وتصنع نفسك بيدك ودري مستقبلك بالعلم وتفيد امامك وتعوضيها سيري بها دنية وإذا ما اربحتيش اجي حاسبيني اه بارواحي عندها راه هي الخيط البيض يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا كرخص نغل بزبوخننننزيد المشاكل ديالهم حاهم عيشانك بالسهيه باعلهم مهي شباهيه لو كان مكانش الضاوية لو كان النار بناتهم قادية يا وهذا بوش عيب يحضر ويغيب ما يديرش العيب وقلبه زيد ميلوا ده النية الصافية ما بدير إعيب مابدير كاوية والدنيا دي مهنية وما العرف هو مراهي ساهية يا وهذا ساعد لاخضر لاكيد إنسان فريد وعلى العيب بعيد إيمان اللي معروضة للزواج حياة اللي خرج عنها التفرج مرحبا بقى عالناس الغالية في قناة بوش عيب والضاوية